السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية يا ثامن أرجو من كنا متابعة حل الدروس وتلخيصها أول بأول مع متابعة الشروحات الموجودة على قناة الجوهرة لوضع علامة التقييم أرجو المتابعة مرة أخرى الآن إن شاء الله اليوم سنتحدث عن موضوع جديد درس جديد يتحدث عن نبي الله سليمان بن داود عليه السلام الآن قد ذكرنا سابقا يا ثامن أخذنا درس عن نبي الله داود عليه السلام وقلنا بأن نبي الله داود بعث لبني إسرائيل حتى يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه وأيضا قلنا أن نبي الله داود عليه السلام كان جنديا في جيش الملك الصالح اللي هو طالوت اللي كان يقاتل ضد جالوت الملك الظالم المتكبر وكان جيش الملك طالوت هو الشجاع المقدام حيث أنه قتل جالوت الظالم ثم بعد ذلك أصبح سيدنا أو نبينا داود عليه السلام ملكا على بني إسرائيل فقلنا أنه بهذه الحالة قد جمع الله سبحانه وتعالى له النبوة والملك في وقت واحد يعني كان ملكا على بني إسرائيل وبعث نبيا من الله سبحانه وتعالى أيضا أنزل الله سبحانه وتعالى قلنا كتاب اسمه الزبور ورزقه الله سبحانه وتعالى آخر شيء حكنا رزقه بابن سماه سليمان عليه السلام وأيضا سليمان الله سبحانه وتعالى اختاره أن يكون نبيا وجعله أيضا ملكا لقوله تعالى وورث سليمان داودة الآن نتحدث في درسنا لليوم عن ابنه نبي الله سليمان عليه السلام أيضا سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام أيضا بعث إلى بني إسرائيل فكان من أنبياء بني إسرائيل وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه سليمان عليه السلام أي مدحه بقوله تعالى في الآيات ووهبنا لداودة سليمان نعم العبد إنه أواب يعني وصف سليمان ابن داود اللي الله وهبه لداود أعطاه لداود وصفه بأنه نعم العبد أنه إنه أواب أي بمعنى أنه كثير التوبة وسليمان عليه السلام كان ذكيا وكان حريصا على الدعوة وحريصا إلى أن يدعو أقوام إلى عبادة الله فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نعم العبد أيضا نبي الله سليمان عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى طلب بقوله تعالى سليمان الذي يطلب فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي إلى أحد من بعدي إنك أنت الوهاب أي طلب نبي الله سليمان عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهبه الملك العظيم فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه فوهبه هذا الملك وأيضا أيده بمعجزات ونعم كثيرة من هذه المعجزات معجزات نبي الله سليمان تسخير الريح والجن له عليه الصلاة والسلام كيف يعني تسخير الريح ومش موضوع درسنا ولكن رح أعطيك إياك معلومة الريح أو الرياح هذه كانت تنقل سيدنا أو نبينا سليمان عليه السلام إلى أي مكان يريده بسرعة فائقة طبعا كله بأمر الله سبحانه وتعالى وهذه هي معجزة وأيضا تسخير الجن له أي كان الجن يطيعونه وينفذون أوامره عليه الصلاة والسلام أيضا المعجزة الأخرى خصه بفهم منطق الطير يعني كلام الطير يفهم إلى الطير عندما يتحدث الآن هناك أحداث مرت على نبي الله سليمان عليه السلام اللي هي في صفحة 102 زي ما أنتم شايفين الحدث الأول اللي هي قصته مع النمل الآن كان نبي الله سليمان عليه السلام يسير بجيشه ذات يوم يعني ماشيين فسمع نملة تطلب من مجموعة النمل من النملات الأخريات أن يدخلوا مساكنهم كي لا يطأهم الجيش يعني حتى ما يدعسوا عليهم الجيش بأقدامهم معتذرة عن الجيش بقولها وهم لا يشعرون يعني هي بتحكي للجيش أنه أنتوا رح يعني هي طبعا تحكي ما حالها ولكن الكلام اللي كانت تحكيه كان يسمعوا من سليمان عليه السلام هي أعطت عذر لذلك الجيش ولنبي الله سليمان إنهم رح يدعسوا عليهم وهم لا يشعرون يعني هما ما رح يشوفوا حالهم إنهم هما دعسوا على النملات فعندما سمع نبي الله سليمان قول هذه النملة فتبسم ضاحكا فماذا قال يثامن دع الله تعالى أن يوفقه يعني إنه يخلي دائم الشكر لنعمه التي أنعمها عليه والنعمة العمل الصالح الذي وضعه بنفسه يعني إنه بمعنى آخر ماذا قال عندما سمع قول النملة تبسم ودع الله أن يعطيه الهمة والعزيمة الدائمة بأن يشكره على النعم اللي أنعمها عليه الآية اللي عندك أيضا تدل على هذه القصة وعلى هذه الحادثة ننتقل إلى صفحة 103 ونتحدث عن الحدث الآخر الذي مر مع نبي الله سليمان اللي هي قصته مع ملكة سبا الآن بداية هذه القصة أن سيدنا سليمان كما قلنا يعرف ومن معجزاته أنه يفهم لغة الطير الآن كان يوم من الأيام يتفقد هذه الطيور فلم يجد طير اسمه الهدهد بعد مدة قصيرة إلا هو جاي من هذا الهدهد ليخبر نبي الله سليمان عن قوم يعبدون الشمس يعبدون الشمس من دون الله تعالى اللي هو قوم سبا فكان موقف نبي الله سليمان عندما جاء الهدهد بهذا الخبر أنه أراد أن يتأكد من صدق هذا الخبر اللي أخبروا إياه الهدهد فماذا فعل فكتب رسالة وأرسلها مع الهدهد إلى ملكة سبا وكان مضمون هذه الرسالة يدعوها هي وقومها إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الشمس وإطاعته فيما يدعوه إليهم ننتقل إلى صفحة 104 لنكمل أحداث هذه القصة الآن عندما وصلت الرسالة إلى ملكة سبا الآن خلينا نشوف ونبين موقف ملكة سبا من رسالة نبي الله سليمان عليه السلام هي كان موقفها على ثلاث مراحل واحد أخبرت قومها بما في الرسالة اثنين طلبت إليهم إبداء المشورة إنهم يعطوها رأيهم بهذه الرسالة وثالث شيء موقفها اللي رح أتحدث عنه فيما بعد اللي هي إنها بعثت هدية ثمينة إلى نبي الله سليمان نرجع قبل الهدية إلى تكملة القصة بشكل متسلسل أخبروها قومها إنه كان إبداء الرأي تاحهم عليها لما هي طلبة المشورة منهم أخبروها إنه إحنا أصحاب قوة وإذا بدك وأردت قتال سيدنا سليمان هاي إحنا جاهزين وإلك أنت القرار الآن شو كان موقف ملكة سبأ من قتال سليمان عليه السلام هي كان موقفها كانت هي طبعا ذكية ملكة ذكية مدركة يعني عارفة شو الأحداث أو العواقب اللي رح تسير إذا قتلت نبي الله سليمان عرفت إنه إذا قتلته رح يأدي هذا الشيء واحد إلى خراب مملكتها اثنين وإنه رح يقتلوا أتباعها فماذا فعلت أرادت أن تسترضي نبي الله سليمان عليه السلام بهدية ثمينة جدا فبعثتها إليه إذن أرادت أن ترضي نبي الله عشان يبطل يدعيها لهذا الشيء وإنه يسير من قومها ومن أتباعها بعثت له هدية ثمينة حتى أيضا تختبر إنه هل هو صادق في هذه الدعوة هل هو صادق بما يقول فأرادت أن تختبر مدى صدقه وعزمه في هذه الدعوة الآن عندما وصلت هذه الهدية إلى نبي الله سليمان عليه السلام كان موقفه إنه استنكرها يعني رفض أن يقبلها فهون أيضا فيهم إنه هي ما بدها ترد عليه فهون بيّن لها إنه هو مش طمعان ليس بيطامع في مالها لأن الله سبحانه وتعالى أعطى شيء أكبر وفيه خير أكثر من الهدية تعتها وهو الملك وإن الله سبحانه وتعالى وعده بأنه سيأتيه بجنود عظيمة فكان موقف ملكة سبأ من رفض نبي الله سليمان عليه السلام هديتها الثمينة أنها هون خافت على مملكتها وقررت اثنين الذهاب إليه مع وفد يمثل قومها الآن قبل ما تصل إلى سليمان عليه السلام طبعا علم نبي الله سليمان بمجيئها وقدوم قومها معها فطلب إحضار عرش ملكة سبأ العرش اللي هي كانت تجلس عليه حتى طلب يحضر عرشها لعنده حتى يظهر مدى قوته وإنه الله سبحانه وتعالى يؤيده يعني أنه الله معه وإنه نبي صادق من عند الله سبحانه وتعالى فنقل له العرش بسرعة فائقة طبعا بأمر الله سبحانه وتعالى أغير فيه شيئا فلما وصلت سألها هكذا عرشك قالت كأنه هو ثم دخلت قصر النبي سليمان فمشيت على الأرض فكانت الأرض هي عبارة عن زجاج شفاف تحته ماء فهي فكرت إنه إيش إنه هي رح تدخل في الماء أو إنها تغرق فلإنها هي تمشي على أرض شفاف وزجاج فحكى لنبي الله سليمان إنه هذا ليس بماء بل هو زجاج فهنا عندما رأت أن عرشها موجود كأنه عرشها الموجود عندما رأت قصره وهذه الأرض هنا أيقنت وتأكدت أن نبي الله سليمان هو نبي صادق لا يطمع في مال دنيوي ولا يطمع بأنه يكون ملك فهنا أعلنت إسلامها وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين هذه الآية تدل على إعلان إسلام ملكة سبا الآن يا ثامن صفحة 105 الدروس العبر المستفادة من قصة نبي الله سليمان بتحفظي الثنتين لأنه حكينا بالقصص بهمنا إن نركز على الدروس العبر المستفادة من هذه العبر زي المهيم أكتوب عندك في الكتاب التثبت من الأخبار قبل اتخاذ القرار ويجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم اللي بنعمنا عليها بها حتى تدوم هذه النعم الآن زي ما أنتوا شايفين صفحة 106 حل الأسئلة أنا حللكم إياها ما عليك يا ثامن إلا أنك تنقليها على الدفتر مع تلخيص الدرس كما هو مصور لك على الواتس أب وعندك أي سؤال على الخاص وتابعي معي مرة أخرى على الخاص ويعطيكم ألف عافية ثامن السلام عليكم